يبقى التكتم سيد الموقف في الشارع الجزائري عن صحة الرئيس بوتفريقة الذي عاد من رحلة علاج سريعة في جونيف زادت من اشتعال الأجواء أكثر فأكثر الصورة السريعة التي أراد النظام الحاكم عارضها لبوتفريقة الذي ظهر في المقعد الأمامي للسيارة التي تقله بموكب العودة كانت إشارة واضحة على عزمه أو عزم من وراءه على المضي في الترشح للانتخابات الرئاسية في نيسان القادم بين أن الجزائر التي عاد إليها الرئيس ليست الجزائر التي عرفها وعرفت طيلة العقدين المنصرمين من حكمه فقد دجت ميادينها وشوارعها بالمتظاهرين طيلة فترة غيابه فضلا عن إضراب دعام نجح في إيصالي رسائله بالتوجه إلى تصعيد أكثر في الأزمة بحال فضل بوتفريقة الاستمرار وفي ظل دعوة المعارضة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تدعو إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة وتنظيم انتخابات رئاسية تظهر سيناريوهات أخرى لحل الأزمة أولها تحضير السلطات الجزائرية أوراقها هي الأخرى كما تتحدث وسائل إعلام جزائرية لإقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات ثم العمل على إقامة مجتمع وسلطة ما بعد بوتفريقة دمنة وفقات معينة في ظل استبعاد سيناريو ثاني لخروجه من المشهد السياسي فورا أمام هذه السيناريوهات يلوح سيناريو آخر أكثر قطامة تعود فيه المؤسسة العسكرية للإمساك المباشر بزمام السلطة مرة أخرى إذا رفض الرئيس سحبة رشحه وتمسك الجزائريون بمطلب رحيله وسير الأمور نحو الفوضى وهو ما يعني بشكل أو بآخر فرض فترة انتقالية تنتج حكما آخر بملامح من عهد بوتفريقة ومهما يكون من خيار فإن المرجح أن الفاعلين السياسيين والعسكريين أيضا في جزائر اليوم لن يستطيع تجاهل أصوات ملايين جزائريين التي تصدح في شوارع البلاد بحثا عن حياة سياسية جديدة أكثر حيوية وديمقراطية مما كانت عليه في عهد بوتفريقة اشتركوا في القناة